انتهاكات لكل شيء حتى لحرمات بيوت الله الميليشيا الحوثية تواصل في شهر رمضان المبارك ممارساتها العدوانية والترهيبية نحو الصائمين المصليين المتعبدين في بيوت الله وهي قضية تكررت كل عام خلال الشهر الكريم ولأنه ديدن لا ينتهي فقد اختحم مسلحون حوثيون عددا من المساجد في العاصمة صنعاء الذين منعوا المصليين من اقامة صلاة التراويح فيها بعد منعها اذان المغرب في الوقت الاصلي في رمضان وفرض بدعة ان يكون الاذان عند طلوع النجوم مصادر محلية قالت ان مسلحين حوثيين اقتحموا عددا من مساجد حي النصر بسعوان ومنعوا الاهالي من اداء صلاة التراويح واحدثوا فوضا بداخلها اضافة الى محاولة اجبار الاهالي لاستماع محاضرات طائفية وسد رفض وممانعة من الاهالي ولفتت المصادر الى ان المسلحين الحوثيين وعقب اكمال الاهالي اقامة صلاة العشاء منعوهم من اقامة صلاة التراويح وحولوا تلك المساجد الى اماكن لمضغ القات بذارعة متابعة محاضرات سيدهم القابع في الكهف ولا تكتفي الميليشيا بحادثة او اثنتين حيث تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر تحويل عناصر الميليشيا الحوثية للجامع الكبير في مدينة ذمار الى مكان للمقيل انتهاكات لا تحصى ولا تعد بل تزداد يوما بعد اخر وساعة بعد ساعة فمن انتهاك حرمات المساجد الى طبعها لمناهج دينية داخلة تزامنا مع شهر رمضان حيث قالت مصادر محلية ان الميليشيا قامت بتوزيع مصاحف تمت طباعتها في ايران بتفاسير محرفة تهاجم الصحابة وبني امية من خلال تفسيرات تتماهى مع فكر طائفي دخيل ومخالف للدين الاسلامي الحميد